السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم بناتي وحبابي ولادي عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير. ياريت اللي لسه ما اشتركش في القناة. ياريت اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ان شاء الله علشان يوصلكم اي جديد. وطلب تاني نعرف ان طلبات كتير عليكم. معلش انتم بقى بنات السغنانين. ولادي السغنانين. ربنا ما يحرمنيش منكم. ياريت لايك للفيديو ويبقى مرسي جدا او اليكم. يا رب يسعد ايامكم جميعا ويوفقكم جميعا. لما يحبوه الله ويرضاه. يا رب يسلح لكم حبايبي ويروق بالكم. ويسلح ما بين ايديكم. اه ربنا يعلي شأنكم في الدنيا والاخرة. يا رب العالمين. اللهم امين 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 امين. يا رب العالمين. عايز اتكلم في موضوع ان انا يعني لشوف بعض من البنات بعض منهم. تقولك ايه. بصراحة ربنا كده انا هقولك بكل صراحة. انا ببقى مبسوطة وفي قمة السعادة لما بسمع كلام الغزل من حد. تب ده كلام ينفع. ده كلام صح. انا عايزك انت تقف قدام نفسك كده وتكلمي نفسك بينك وبين نفسك. ما تكلمش حد. كلمي نفسك كده. وبص لنفسك وكلمي نفسك. قولي ازاي انا اتحمل على نفسي ان راجل يقولي ايه الحلوة دي. ازاي? ازاي تكوني سعيدة بكده? عارفها يعني ايه? ايه الحلوة دي? عارفها يعني ايه? يعني بص الحاجة في في شكلك. سوري يعني سوري سوري في جسمك. فعجبته. فبيقولك ايه الحلوة دي? ازاي انت حاجة زيدعك باك يعني ان عايز افهم. يعني واحد لما يعني انت تبقي سعيدة ازاي? انه بص لمفاتنك. بص لمفاتنك. يعني بص انت جسمك. مسلا لابسي حاجة شيك. وبتقول انا شيك وامورة. وتري شيك جدا ولبسي شيك وانا بيت اامورة وبيت سانيورة وبيت برانسيسة. وبامشي كده ايه يا ارض تهدم عليك يا قدي? والرجالة بيعكسون وبيغزلوني. وانا ببقى سعيدة قوي 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 قوي. لما بسمع كلام الغزال من رجالة. هو لما غزلك يا بني قدمة يا بنتي. انت بنتي بس انا زعلانة منك. صحيح انت بنتي بس انا زعلانة منك. زعلانة منك لما تقولي انا بصراحة ربنا بقولك بكل صراحة. انا ببقى سعيدة بكلام الغزال. انا مبسوطة ان انت بتكلميني بصراحة. يعني انا مبسوطة ان انت بتكلميني بكل صراحة ما بتجدبيش علي. انا مش عايزك تجدبي. لان انت ما تجدبيش علشان خطر نحل الموضوع. وعشان افاهمك الغلط فين. فانا عايزيك تجدب علي علشان انا اصلح لك الخطأ اللي في حياتك عشان ما تقعيش في خطأ اكبر منه. عشان انا ممتك وانا فاهمك ووعيك. فانا مبسوطة ان انت بتكلمين بصراحة ما بتجدبش علي. لكن انا زعلانة منك. يعني انت لما تقولي لان بابقى سعيدة لما راجل يغزلني. بزعل. عايزة فاهمك بقى فاهمك غلطك. راجل يغزلك يعني بص لمفاتنك. ازاي انت تتحمل على نفسك ان راجل بص لمفاتنك. وعجبته مفاتنك. وبعدين قال لك الله عليك ايه الجمال دي. ايه السكر اللي على الارض ده. يا سلام على السكر يا سلام على الامر. ده انت مفيش منك. ده انت كان مان. ازاي تبقي سعيدة. يعني انت راضية ان راجل يكون بصلك بصة فيها. استغفر لله العظيم يا رب سامحني. ما نش قادر افسر اكتر من كده. انا ما بحبش اتكلم في الكلام ده خالص. لكن الموضوع يستدعي. الموضوع يستدعي لما تقوليه لان انا بصراحة ربنا ببقى سعيدة لما واحد يغزلني يا نهار ابيض. ازاي? ازاي ده الواحد لو حد قال لي. لو حد بص بس في وشي مش في حتة تانية يعني مش على حد هدومي. لو حد بص في وشي انا انا دمي بيغلي. انا ببقى دمي فاير. بحس ان انا عايز اولع في نفسي. لو انا ماشي في الشارع يعني حسيت مجرد بس احساس. احساس بس مش حقيقي. يهيق الي يهيق بس تهيقات. ان حد بص نحيتي ببعايز اولع في نفسي. بكره نفسي. بكره اليوم اللي خرجت في امي البيت. بكره اليوم اللي عددت في قدام شخص عشان شخص يبص لي. بكون ارفانة من نفسي. ارفانة. ارفانة من نفسي في كمة القرف. لما حس ان حد بص لي. او قال ربع كلمة او كلمة ما تجيش اي حاجة في اي حاجة. يبقى انت ازاي تكون سعيدة لما واحد يقولك كلمة حلوة بيمدح بها جسمك او بيمدح بها شكلك او بيمدح بها رقتك ومش ايه الحوار ده كله. يا ماما كله كذب في كذب يا ماما. قوية تصدقها حبيبت قلبي. قوية تفكري وتقولي ده معجب بيا. اصلا هو معجب بيا. وعرف ان انت متجوزة. هو لما تلاقيك انت متجوزة وشايلة ابنك على كتفك. وبعدين بيعكسك. يبقى معجب بك ازاي يعني. يعني عايز يروح يخطبك مسلا من جوزك. يعني معجب بك ازاي انا حضرتك فهميني يعني. يعني انت بتقول ان شايلة ابن على كتفه ومشى في الشارع او مجرجرة ابني في ايدي ومشى في الشارع. لقيت واحد معجب بيا. معجب بك ازاي يعني مش فهم. فهمين انت عشان انا غبيها ما بفهمش. معجب بك ازاي يعني. انا عرف اللي بيكون معجب بواحدة ده بيروح تاني يوم الصبح يتقدم لباباهم وموت عشان يتجوزها. لان معجب باخلاقها وادابها ولقاها شخصية كويسة وشخصية محترمة وشخصية عقلة. شخصية ممكن تتناسب مع انه لو وتجوزها هتكون نفعة معاه هتقدر انها تكون في تفاهم بينهم في لغة حوار مش عارف ايه المهم ان هي دمها جاء على دمه فيه آآ توافق فراح يتقدم له علشان يتجوزها ويكمل معها بقية عمره. انما انت حضرك بتقولي انا ماشي ياخد ابني في ايدي وراح السوبر ماركت لقيت واحد هناك صاحب السوبر ماركت معجب بيا. طب معجب بك ازاي يعني مش فهمة. على اساس ان هو روح يخطوبك من جوزك مسلا. فهميني لان ان انا مش فهمة يعني. طب انتش هي لابنك على كتفك وراح اندو الدكتور تكشيف عليه. بتقولي مش عارفة مين اعجب بيا. يعني اعجب بك ازاي يعني. فهميني. يعني ايه اعجب بك. وقال لي كلام غزل. وقال لي كلام حلو. وبصراحة ربنا كده انا بحب اسمع كلام الغزل. بصراحة ربنا انت بنت صحيح? وحبيبتي صحيح وعليني وعلى راسي? وانا مبسوطة من صراحتك مش زعلانة. انا مبسوطة. بس هرجع بقى من كمة القرف لما انت تقولي انا بصراحة انا ببقى سعيدة بكلام الغزال. انا عايزك ازاي يعني? تقولي ازاي هو لما غزلك يا بنتي? قال لك ايه الجمال ده كان بص بقى للي يقدر عليه. اتفرج عليك كده كويس? ست هانم? اتفرج عليك بقى ويعلم انت لابس ايه حضرتك? ويعلم انت ايه? سترة نفسك كويس ولابسي هدوم واسعة وفتفاضة ومدرية نفسك زي الفل كده ولبسة زي الشرعي زي الفل ولا لابسة لي لبس بتاعلي ومن دول? وبعدين تروحي ليه هنا وهنا وبعدين تقوليه دس الناس بيقوليه الكلام حلو? والناس بيغزلوني? وبقوليه الكلام عمري ما سمعته? طب انت ليه? 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 ليه تسمح لنفسك? ليه تسمح لنفسك تلبسي ملابس مسلا مهاش فتفاضة او مجسمة مسلا جسمك او مخليك مش عارف ايه? وان انت تعملي في نفسك العميل دي. ما هو انت? الواحد لما يعمل في نفسه كده وانزل الشارع معناه ان انا بقولي الناس اتفرجوا يا شوفوا. انا لما يلبس ملابس مجسمة. ويلبس ملابس مثلا شفافة او مجسمة عليا. او ملابس مهاش متنسبة مع مع مش مش زي الشارع يعني. تمام? يبا معناها بقولي يا ناس تاعات تفرجوا وشوف وتاعات تفرجوا عليا. مع معناها كده. يبا انت لما تنزلي بملابس مش مش مزبوطة مش مدرية نفس كويس. تمام? معناها بتقول الناس اتفرجوا علي. بتقول الناس غزلوني. بتقول الناس تعالوا شوفوا. تعال شوفوا الشياكة. تعال شوفوا الامر اللي ماشي. طب انت اتجاوزت وخلفت ومعاك اولادك. خلاص شوف انت بتلبسة ايه. شوف انت لابسة ايه. ما تسمحش لاي حد يشوف منك ضفر رجلك. ولا يغزلك ولا يعكسك. وما فيش عيب عليك. يعيب وحرم وغلط. ده انت ست متجاوزة ووراك عيال وليك راجل. ازاي تسمحي كده وتكوني فرحانة كمان تقولي انا فرحانة وببقى فرحانة اولا من واحد يغزلني. ازاي يعني? ازاي ده انت متجاوزة ووراك عيال انت تلاتة اربعة ومتجاوزة راجل. ازاي ان انت تسمحي ان انت تسمح كلمة غزل من حد وياريت ان انت سمحت وبس ده انت كمان بتقولي انا سعيدة. سعيدة بكلام الغزل. ازاي تكوني سعيدة من كلمة حلوة واحد غريب يقولها لك ويغزلك وبعدين ده واحد ايه لا انت مثلا متجوزتيش هنقول لك هسلم اعجب بك هجي يتجوزك يا بنتي استنيه يومين تلاتة ولا سنة هجي يخطبك ولا ان انت مثلا ده انت متجوزة ومعاك عيالين تلاتة اربعة ومتجوزة راجل وانت لابسة الله اعلم انت لبسك كويس محتشم او مش محتشم الله اعلم في احنا المطلوب مننا ان احنا كلها نحتشم في لبسنا عشان ما حدش بصلنا ولا حد يقول لنا كلمة لا يغزلنا ولا ما يغزلناش ولا احنا لازم لنا الحوارات ده كلها اللي مش متجوزة اللي معجب بك هيروح يخطبك والمتجوزة تخليها محترمة وتخليها في حالها وما تسمحش لأي حد ان هو يقولها ربع كلمة ولا يكلمها ربع كلمة ولا يبصلها عيب عيب تكوني كده زي الالف تكوني كده حديد تكوني حديد محدش يبصلك ربع بصة تكشي فعلة طول تخليه ارتعش يجي يبصلك ربع بصة تكش فيه. تكش فيه تهب في وشه. تهب في وش الهبة كده كأنك فرقعة في وشه. كأن بابورجاز كده فرقعة في وشه تخليه تلم. تحرميه تتوبيه تخليه يندم ان هو بصلك. مش يجي يقول لك انا معجب بيكي. اصل انت امورة. اصل انت عجباني. اصل انا ارتحت لك. بصراحة ربنا كده لما شفتك قلب ارتاح لك. لا والله. وقال لك الكلام ده بقى ازاي بقى حضرتك. ممكن تفاهميني? ممكن تفاهميني بقى حضرتك. قال لك ارتاح لك وموعجب بيك كده وانت شايل عيالين تلاتة وماشية ازاي يعني الهالك. الهالك ازاي وباي مناسبة. يقول هالك ليه? يقول هالك ليه يقول لك الثانة ارتحت لك. الثانة بصراحة ربنا كده. يعني على اساس ان هو نوع يخطبك مسلا من جوزك ولا على اساس ان هو نوع على ايه? فاهميني. فاهميني انت اللي معك عيالين تلاتة اربعة عشان انا ما بفهمش. فاهميني. اللي شايفك متجاوزة ومخلفة. وبقول لك ان بصراحة كده ارتحت لك. ايه باعي زي يعني فاهميني بقى. ان كنت انت فاهمة فاهميني لان انا ما بفهمش. يعني شايفك متجاوزة ومخلفة. وشايل عيالك على كتفك. تمام وراح السوبر ماركت ولا راح الدكتور ولا راح في اي مكان. ولا راح عند والدتك وبتركابي الميكروباس يقوم اي حد من الركاب ولا السواء يقول لك الله انت امورة. بسم الله ما شاء الله عليك ايه ده? امر قاعد جنبي يا ولاد. ايه الامر هو? الامر نزل من السماء وقاعد جنبي. طبعا انت طبعا تصدقي. اما لا. وبعد انت قولي انا بفرح قوي قوي. بفرح جدا. لما الرجالة تغزلني. يا سطر يا رب. زعلانة. زعلانة منك بجد. ويا ريت تفهمي كلامه ما تزعلش مني. يا ريت تحسي بالحرقة اللي في قلبه انا بكلمك. قدي ايه انا دم محروق. قدي انا زعلانة منك. قدي ايه نزعل من اي بنت او اي ست تقولك انا بفرح بمغزلة الناس لي. افهمي كويس وغزلك ازاي. قبل ما تفرحي. يعني يا ريت استحي انا. استحي. استحي على دم واشوف الراجل ده غزلني ازاي. بصلي. بصلي. لبسي مهوش محتشم. لبسي مهوش محترم. لبسي غير لائق. فا فا يعني بصلي. لما بصلي بيغزلني البيه. بيغزلني الباشا. ما هو لقى بقى الواحدة لبسة لبسي مسلا غير لائق. قالك ده دي مسلا مش كويسة. او اما هجرب كده واشوف كده هغزلها. اما اشوف كده ايه. اما ارمي كلمتين كده واشوفها تستجيب ولا مش هتستجيب. ان استجابت يبا هي ماشي يلا بالمرة. اما اعمل معاها علاقة بقى وحب فيها شوية. وكمان متجاوزة ومعندوش ضمير ولا تقوى ويخرب بيتك. والستة هانم بتحب الناس تغزلها الستة هانم. انا هرمي كلمتين. يا ام انها تكون محترمة ومقدبة ومتربية وبنت ناس وبتتق الله وبتحترم جوزها وبتحترم نفسها وبتخاف من ربنا. ها? وان هي هتكش فيها وهتطف في وشي. سوري يعني. وتقول لي فيها يا استاز. جرى يا استاز فيها يا استاز. انت بتكلم مين? تهنهرج ولا ايه? وتهب في الهبة تخليه كش. تخليه يتريمي كده مطرحه زي الكلب. يحرم تاني مرة ان هو يبص لضف الرجلك. مش الباهي بحلق فيك وبعد ما يشبع فيك بحلقه. يقول لك بصراحة ربنا انا مرتاح لكي قوي. وانت امورة. اه انت امورة. والانت بقى صدقت ان انت امورة. وتقول لي بقى السنة بصراحة السنة امورة قوي. وفرفرة قوي. وان انا بيت شيك جدا. ولبسي شيك وامورة. وسنة صغنونة في السن. بقول لك ايه? صغنونة يعني انت صغر من مين? انت صغيرة ومعاك تلات اربع عيال. غيرك صغيرة وما اتجاوزتش لسه. لما هو معجب بحد ما رح يعجب بواحدة ما اتجاوزتش ولا خلفت. هتقول لي لي ان انا اللي شفني عند عشر سنين. طب ما رح يبص للي عند عشر سنين بيبصلك انت ليه? يا متجاوزة اللي معاك عيال. يقصوا دي. انا مش هفسر اكتر من كده. مش هقدر افسر اكتر من كده ومش هقدر ده كله تلبيخ اهو. عملة لبخ وبقول كلام مش كويس. وانا ما بحبش كده بس انا مضطرة. مضطرة ان انا هب فيك وفوائك. مضطرة ان انا زعق فيك ومضطرة ان انا فوائك. لاني متضايقة منك. متضايقة. ويا ريتك ما تزعلش مني. تمام? ما تقوليش ان انا اللي شفني. اللي شفني يقول ده انا بنتي لسه صغنونة. يقول ان انا لسه في تالتة عدادة دي. وعندي خمستاشر سنة وامورة. بصراحة كده السنة بيت تأمورة. ولبسي امور ولبسي شيك. والكلمتين اللي حرقين دم اهلي دور. انت هتهزري ولا هتهزري? انت ناس ان انت متجاوزة ومخلفة وماك تلات ربع عيال. انت ناس ان انت في رقبة عندك هوت. ما شاء الله عليه مش عايز اقول عليه حاجة هو كمان يعني. انت ناسية ولا ايه? ناسية ولا عايز حد يفكرك? السن اللي يشوفني يقول انا لسه ما دخلتش دنيا. يا اختي ما يروح يا اختي يبص اللي مدخلوش الدنيا. انت يا اختي دخلتها وخلفتي. يبقى تحترم الدنيا اللي انت فيها. مش تقولي لاني بتبصت بكلمات الغزا اللي بسمعها من الرجالة. البسي لبس محترم. لبس لائق. زي شرعي. لبس فتفاض. ما فيش فيه اي ما يكونش شفاف. انت عارفة طبعا موصفات الزي الشرعي. ما يكونش شفاف. ما يكونش انا محدش غصيب نلبس واسع ولا ضيق. انا بحترم نفسي. بحترم نفسي لاني ما تحملش ان حد يبصلي. ما تحملهاش على نفسي ما اقدرش. ما اقدرش ان انا يلبس لبسي وكون ضيق علي. وحد يبصلي بقى بصة. وبعد كده يقوم جاي البيه مغزلني. واقل لك المتان حلوين البيه. وبعدان انا بقى فرحانة قوي وسعيدة قوي بالكلام اللي قالوا. لو النبي. لو النبي يا اختي. نلبس الضيق ونلبس الشفاف ونمشي قدام الناس. وبعدان الناس يغزلونا الناس اللي مش كويسة. وبعدان احنا نقول ايسا احنا فرحانة قوي النبي. احنا بنفرح قوي بكلام الغزل. تعتذري ولا ايه? كل قل لا كده. كل قل الدين وكل الا الا رضى ربنا علينا. لازم يكون عندي حياء. لازم احترم نفسي قبل ما احترم جوزي. وقبل ما يخاف من ربنا. اساسا انا احترم نفسي ما تحملهاش على نفسي. يا ريت ما تزعلش مني. بس انا دمي محروق. اوكي? وشكرا جدا لكم. وللحديث بقيا احيانا الله. وما تنسوش اللايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.